نعم قبل نحو ساعة من الآن افتتحت صندوق الاقتراع في المدن المختلفة هنا في البلاد طبعا الحركة هي غير نشطة حتى الآن ولكن هذا أمر طبيعي لساعة الصباح اليوم هو يوم عطلة رسمي في البلاد في إسرائيل في المدن الإسرائيلية كل المواصلات العامة أيضا يمكن استخدامها دون دفع بشكل مجاني من أجل حث الناخبين على الوصول إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم كما قلت الحركة خفيفة نتحدث اليوم عن نحو ستة ملايين وتسعمائة ألف مصوت بشكل عام هناك نحو أربعة عشر ألف صندوق اقتراع موزعين في المدن المختلفة العربية والإسرائيلية أيضا من بين أصحاب حق الاقتراع هناك نحو مليون ومئة ألف مصوت عربي ولكن نحن نعلم حتى الآن بأن نسبة الذين ينون أن يصوتوا في المجتمع العربي هي الأكثر انخفاضا من بين كل الشرائح المجتمعية في البلاد الحركة الآن كما قلنا ما زالت خفيفة عادة تشتد في ساعات ما بعد الظهر وفي البلاد العربية الفلسطينية تحديدا تكون الحركة النشطة خاصة في آخر ساعتين أو ثلاث قبل إغلاق صندوق الاقتراع صندوق الاقتراع تغلق في الساعة العاشرة مساء نتحدث عن أربعين قائمة تتنافس في هذه الانتخابات ولكن أبرزها طبعا هي القوائم الممثلة حاليا في الكنيسة الإسرائيلي وهي ثلاثة عشر قائمة تتنافس فيما بينها وفق كل الاستطلاعات حتى الاستطلاع الأخير الذي كان من المسموح أن ينشر قبل عدة أيام من يوم الانتخابات بالمقارنة بالانتخابات السابقة والتي سبقتها نحن طبعا الانتخابات الخامسة خلال أربع سنوات هذه المرة تشير كل الاستطلاعات بأن معسكر اليمين المتطرف بزعامة بن يمين نتنياهو يشتد قوة هو لديه نحو ستين أو واحد وستين مقعدا ولكن ما سيحسم هذه الانتخابات عدة عوامل أهمها نسبة التصويت بين الناخبين نسبة تصويت عالية بين الناخبين اليهود قد تكون لصالح اليمين واليمين المتطرف وترفع نسبة الحسم التي يحتاجها كل حزب وهي نسبة الحد الأدنى من المصوطين التي يحتاجها كل حزب من أجل أن يدخل إلى الكنيسة ويحصل على تمثيل في الكنيسة إذا ارتفع عدد المصوطين اليهود سترتفع نسبة الحسم وبالتالي هذا لن يكون جيدا للأحزاب العربية وأيضا لمعسكر المركز اليسار بزعامة اللبيد لأن هناك أربع أحزاب في منطقة الخطر بمعنى أن تتوقع لها الاستطلاعات أربع أو خمس مقاعد وإذا ما ارتفعت نسبة الحسم قد تسقط هذه الأحزاب ولا تجتاز نسبة الحسم من ناحية أخرى كل حزب يسقط ولا يجتاز نسبة الحسم من معسكر لبيد قد يعطي اليمين واليمين المتطرف فوزا ساحقا لو سقطت قائمة واحدة الآن في معسكر اليسار والوسط سيكون الفوز مضمونا لمعسكر نتنياهو هذه هي الصورة حتى الآن رغم تقارب هذه الأرقام إلا أنه يمكن القول بأن معسكر اليمين بزعامة نتنياهو هو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة القادمة من حيث التنافس في المجتمع العربي نتحدث عن ثلاث قوائم اثنتين من هذه القوائم تتوقع لها الاستطلاعات أن تتجاوز نسبة الحسم وتحصل على تمثيل يعادل أربعة مقاعد كل واحدة منهما ولكن أيضا إذا كانت نسبة التصويت منخفضة جدا في المجتمع العربي قد تسقط هذه هاتان القائمتان وبالتالي لن يكون هناك تمثيل للعرب وفق الاستطلاعات ربما فقط نسبة تصويت تتجاوز الخمسة وخمسين في المئة في المجتمع العربي قد تكون ضمانة لفوز ثلاثة قوائم وبالتالي تحصيل إثنى عشر مقعدا في الكنيسة القادمة ما دون ذلك قد تكون كل القوائم في دائرة الخطر الاستطلاعات الأخيرة كانت قد توقعت بأن خمسين في المئة أو تسعة وأربعين في المئة من الناخبين العرب سيدلون بأصواتهم ولكن هذا طبعا غير مضمون بشكل عام في يوم الانتخابات تحث الأحزاب العربية جمهورها من أجل إنقاذها ومن أجل تحصيل تمثيل نيابي أوسع في الكنيسة الإسرائيلية هم يستخدمون أيضا الدعاية الإسرائيلية اليمينية التي تحاول أن تشجع العرب على عدم التصويت يعني كان هناك حديث بأن الليكوت كان قد رصد مليوني شيكل فقط من أجل إرسال مراقبين يتبعون معسكر اليمين وخاصة الصهيونية الدينية في المستوطنات الإسرائيلية من أجل أن يجلسوا هنا في صناديق الاقتراع في البلدات العربية لتخويف الناخبين العرب ولمنعهم من الوصول إلى هنا بالإضافة طبعا لبنكفير الذي يشكل هو اليمين المتطرف الذي بنى كل حملته الانتخابية على الكره وعلى العنصرية والدموية ضد الفلسطينيين وضد العرب أيضا تحاول الأحزاب العربية القول لناخبين العرب بأنه إن لم تخرجوا للتصويت سيكون بنكفير هو وزير الشرطة القادم وبالتالي هذا قد يكون كارثي على المجتمع العربي في إسرائيل هذه الصورة حتى الآن من هنا